السلام عليكم ورحمة الله معكم موسى عيسى في هذا الفيديو راح نتعلم كيف نحفظ القرآن كيف نراجع القرآن كيف نثبت القرآن أغلب الناس يجي صعوبة لما نيجي يحفظ القرآن عادة صفحات هائل كيف أحفظ هذا القرآن كله ولكن لما نبسطها بشكل عملي كذا بشكل رياضياتي غير نقول الأمور راح تزبط نفترض أنه في القرآن ما نفترض القرآن فيه 30 جزء وفي الجزء الواحد 20 صفحة يعني خلينا نقول مثلا 600 صفحة في القرآن هو أكتر شوية بس هيش عشان التبسيط ناخد 600 صفحة بمعنى تحتاج 600 يوم عشان تحفظ القرآن كامل إذا كل يوم صفحة 600 صفحة خلال 600 يوم راح تحفظ القرآن إيش يعني 600 يوم يعني 20 شهر إيش يعني 20 شهر يعني سنة وحاجة سنة وستة شهور مثلا أو سنة ونص تقريبا في سنة ونص تحفظ القرآن كامل يا إله يا له من إنجاز على طول يلا خلينا نبدأ فلما تشوف الأرقام وزي كذا فأنت تشوف إنه إيش المسألة سهلة بس لما تشوف المصحف إنه في عدد صفحات مرة كثير كيف أحفظ هذه الصفحات كلها راح تشوف إنه المسألة مرة صعبة ورح تترك الشيء كليا حصل عطو الفني بس رجعنا يعني تحفظ القرآن كله خلال سنة ونص يا إلهي إنجاز كبير جدا بس الأغلب ما يسوي ليش لأنه ما بيشوف الهدف الأخير هذا وما بيعرف إنه مثلا خلال سنة ونص ممكن أختم القرآن كامل كيف يصير هذا الشيء خلاص إنت دحين عرفت إنه إيش خلال الفترة الفلانية راح أختم القرآن لازم تحط أهداف يومية الهدف اليومي إيش هو إنه كل يوم تحفظ صفحة إذا حفظ صفحتين هنا تختصر الموضوع بشكل غير طبيعي يعني ولكن إيش الناس قدرات إذا تقدر تحفظ صفحة في اليوم هذا شيء جيد إذا ما تقدر تحفظ صفحة في اليوم ممكن إيش تقلل الشيء يعني توصل خلال ثلاث سنوات أربع سنوات أفضل من إنك ما توصل أبدا طيب جميل دحين عرفنا كم تحتاج عشان تحفظ القرآن الكريم طيب خليون نشوف كيف تحفظ القرآن الكريم الناس مختلفين البعض إيش يقول لك إذا كان واحد كبير في السن ممكن يحتاج طريقة معينة إذا كان صغير يحتاج طريقة معينة إذا كان وسط بس الطريقة الأمثل اللي أشوفه برضو أنا شفته في كتاب الدكتور عبد المحسن القاسم إيش الفكر مثلا تأخذ الصفحة تقرأ الآية تقرأ مرة مرتين ثلاثة إلي ما تحفظ الآية تقرأ الآية اللي بعدها مرة مرتين ثلاثة تربط الآية الأولى بالتانية تحفظ الآية الثالثة مرة مرتين إلي ما تحفظ الآية الثالثة بعدين تربط الأولى مع الثانية مع الثالثة هذه طريقة البعض ممكن يشوف أنه هذه طريقة شوية طويلة أبغى أحفظ بسرعة البعض إيش يسأوي يقرأ الصفحة كاملة مرة مرتين ثلاثة أربع خمسة مرات ويحفظ الصفحة فإنت تشوف الطريقة الأمثل لك ممكن مع الوقت تبتكر طرق جديدة فكل مين يعني كل مين يحفظ عنده طرق جديدة في الأول مثلا ما هو عارف كيف يبدأ وزيك كذا ممكن يتبع طريقة معينة بعدين إنت لما تتمرس في الموضوع توصل مثلا جزء السادس أو السابع خلاص إنت عرفت كيف تحفظ ممكن يختصر الموضوع تحفظ الصفحة خلال دقيقة أو دقيقتين ممكن خمسة دقائق خليلي يقول عشان ليش ما نعقد العملية طبعا هذه طريقة الحفظ إنت دي حين مثلا خلينا نقول حفظ الصفحة راح تحفظ الصفحة اللي بعدها لازم تربط الصفحة الأولى بالتانية طب نفترض إنك مثلا اليوم حفظت صفحة وجيت اليوم الثاني حفظت الصفحة اللي بعدها قبل لا تحفظ الصفحة الثانية حاول تراجع الصفحة الأولى عشان ليش ما تنسى الصفحات بو زي كذا نفترض إنك مثلا بتحفظ صورة يونس صورة يونس في عدد صفحات معين تحفظ الصفحة الأولى تيجي اليوم الثاني تقرأ الصفحة الأولى اللي حفظت أمس مع الصفحة الثانية اللي رح تحفظه ده حين اليوم الثالث تقرأ صفحتين في البداية وتحفظ الصفحة اللي بعدها مع الوقت للصفحات هذه المراجعة اللي بتسويها تصير مرة سهلة عندك بعد ما تختم الصورة تلقى المسألة مرة سهلة إنك يستجمع الصورة كلها مع بعض خلينا نلخص العملية أول شيء يش تسويه تاخد المصحف مثلا وما أصابك يوم التقل الجمعاني فبإذن الله ولي أعلم المؤمنين حفظ الآية الأولى أحفظ الآية اللي بعدها أربط الآية الأولى بالتانية يعني مثلا ولي أعلم الذين نافقوا وقيل الذين وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو يدفعوا مثلا حفظ الآن هنا هتقول ليش فما أصابك يوم التقل الجمعاني فبإذن الله ولي أعلم المؤمنين ولي أعلم الذين نافقوا وقيل لهم زي كده ربط الأولى بالتانية تمام خلاص بعدين تنتقل للآية الثالثة وهكذا وهو في البداية ممكن يشتحس بملل بشيء من الملل وزي كده لازم تكون في محفزات يعني خلينا نقول مثلا شوف اجمل شي عندك البعض عنده مثلا الشوكولاتة احلى شي عندي خلاص حط شوكولاتة جنبك اذا حفظت ايتين او ثلاثة ايات وربطتوا مع بعض خد الشوكولاتة وكلها البعض ممكن يكون عنده القهوة احلى احلى شي عنده زي انا حفظ اية او حفظ صفحة اخد كوب قهوة يعني كهدية كبرايس الله تمام خلاص حفظت الصفحة تيجي اليوم الثاني قبل لا تحفظ الصفحة الثانية راجع الصفحة الاولى وبعدين احفظ الصفحة الثانية وهكذا لما تيجي تختم تلقى نفسك حافظ كل شيء يا الهي كم هو جميل انا برضو مقصر يبغى لي راجع يبغى لي اسوي حلقة كاملة لمراجعة القرآن او نسوي زي التحدي كذا طيب الان عرفت كيف تحفظ الصفحة وكيف تراجع الصفحة اللي قبلها طيب نفترض احين انت حفظ جزء عامة مبروك اذا قلنا بتحفظ كل يوم صفحة راح تحفظ جزء عامة خلال عشرين يوم حفظ جزء عامة ممتاز وصلت لصورة المرسلات طيب كيف تراجع جزء عامة كل يوم خد حزب واحد فقط ايش معنا حزب نصف جزء تقرأ عشر صفحات يعني من الناس الى صورة الاعلى اليام اللي بعده تقرأ من صورة الطارق الى صورة النبا كذا انت ايش راجعت وحفظت في نفس الوقت القرآن كله بركة لا تقول انه انا تمام دحين عرفت كيف تراجع وعرفت كيف تحفظ طيب ايش في ثاني والله ما في شي ثاني خلاص كذا انتهينا عرفت كيف تحفظ وعرفت كيف تراجع الحمد لله كذا اذا استمرت على نفس النسق هذا رح تحفظ القرآن خلال فترة وجيزة جدا ولكن الاهم من هذا كله ابعد عن المحبطين لانهم معديين يعني مثلا انت كنت يعني ماشي مظبوط وزي كذا رح تلقى واحد محبط يجيك يقول يا ابويا انت قعد تحفظ رح تطول كثير يا ابويا اخد صفحتين احيانا تاخد صفحتين واليوم اللي بعده تلقى نفسك من تحافظ مظبوط رح يجيك احباط واليوم التالت رح تاخد صفحتين كمان من تحافظ مظبوط رح يجيك احباط تاني ورح تترك الشيء كلية انه تقول يلا مع السلامة اذا شفت ان المسألة صعبة انك تحفظ صفحة في اليوم خلي نص صفحة انك تحفظ القرآن في ثلاث سنوات افضل انك ما تحفظه ابدا واذا شفت انه نص صفحة كثير برضو خد ربع صفحة تحفظ القرآن في ستة سنوات عادي افضل من انك ما تحفظه ابدا يا اخي عمارنا بتمشي شوف الاسبوع كيف يمشي بسرعة فقليل دائم خير من كثير منقطع لا تاخد شيء كثير وبعدين ما تقدر تحفظ تشوف انه المسألة صعبة وتترك كل شيء شيء قليل دائم افضل من كثير منقطع اذا كنت تقدر تحفظ صفحة واحدة في اليوم اوه ستمية يوم تحفظ القرآن كامل بمعنى سنة ونص تقريبا هذا شيء ممتاز اذا صفحتين اجمل واجمل ولكن اذا ما قدرت نص صفحة ثلاث سنوات شيء ممتاز ربع صفحة ستة سنوات ممتاز جدا ما قدرت ربع صفحة آية واحدة في اليوم خلال 17 سنة رح تحفظ القرآن كله 17 سنة تعدي بسرعة شكرا لكم اذا وصلت لهذا الحد من الفيديو معناه انك انت مهتم انك تحفظ القرآن كله اهنئك وشكرا جزيلا لك ولا تنسى الاشتراك ومشاركة الفيديو للناس للمهتمين في مراجعة القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم والى لقاء قادم السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة